موسيقى مشاهدين الكرام اهلا بحضراتك وحلقة جديدة من برنامج المشهد غادرت القاهرة مساء امس الممثل الاعلى للسياسة الخارجية والامنية للاتحاد الاوروبي سيدة كاثرين اشتن بعد زيارة لمصر استغرقت يومين خلال الزيارة عقدت اشتن سلسلة من اللقاءات في القاهرة التقت برئيس الجمهورية المؤقت المستشار عبد المنصور والتقت ايضا رئيس الوزراء الدكتور حازم الببلاوي والفريق اول عبدالفتاح السيسي وزير الدفاع والانتاج الحربي والنائب الاول رئيس الوزراء وكذلك التقت بوزير الخارجية بالاضافة الى عدد من الرموز السياسية التقت كذلك السيدة كاثرين اشتن بممثلين عن حركة تمرد والتقت ايضا بممثلين عن حزب الحرية والعدالة وجماعة الاخوان المسلمين زيارة اشتن للقاهرة ركزت على بحث الوضع الحالي في مصر وضرورة تحقيق المصلحة ما بين مختلف القوى الوطنية حول هذا المشهد يساعدنا ان يكون معنا الكاتب والمحلل السياسي الدكتور احمد فؤاد الاستاذ بجامعة الاسكندرية ومنصق عن جامعة التوعية الاصوات العائمة اهلا بحضرتك اهلا بحضرتك مشاهدين نتابع هذا التقرير ثم نبدأ قراءة هذا المشهد نشاط مكثف قامت به الممثلة العليا للشؤون الخارجية بالاتحاد الاوروبي كاترين اشتن في مصر حيث اجرت مباحثات مع الرئيس المؤقت عدلي منصور ووزير الدفاع الفريق اول عبدالفتاح السيسي والدكتور حازم الببلاوي رئيس الوزراء وعالد من الرموز السياسية كما التقت اشتن الدكتور محمد البلدعي نائب رئيس الجمهورية للعلاقات الدولية ووفدا من قيادة حركة تمرد كما اجتمعت اشتن بعد ذلك مع وفد من جماعة الاخوان المسلمين ضم كل من محمد علي بشر وزير التنمية المحلية السابق وعمر دراج وزير التعاون الدولي ورئيس الوزراء السابق حشام قنديل وتعد زيارة اشتن هي الاولى لمسؤول اوروبي بهذا المستوى منذ مظاهرات الثلاثين من يونيو حيث تركزت محادثاتها مع المسؤولين المصريين على تطورات الاوضاع على الساحة السياسية وخريطة المرحلة الانتقالية والجهود المبذولة لتحقيق المصالحة الوطنية اشتن اكرت خلال زيارتها ضرورة وجود عملية سياسية شاملة تشارك فيها جميع المجموعات التي تدعم الديمقراطية موضحة ان الاتحاد الاوروبي مصمم على مساعدة الشعب المصري في رحلته الى مستقبل افضل من الحرية الحقيقية والديمقراطية والنمو الاقتصادي وفيما يتعلق بوجود افكار خاصة بحال الازمة الحالية في مصر قالت اشتن ان رسالتها في لقاءتها كانت الاعراب عن القلق الاوروبي بشأن ما يحدث في مصر واوضحت انها ستقدم تقريرا امام مجلس الشؤون الخارجية بالاتحاد الاوروبي حول نتائج زيارتها للقاهرة مؤكدا في الوقت ذاته انه ليس هناك احد يفرد شيئا على مصر وان المصريين وحدهم هم من يقررون مستقبلهم شاهدين الكرام بجدد التحية بحضرك ووظيف المشهر لهذا اليوم الاستاذ الدكتور احمد فؤاد الكاتب والمحلل السياسي والاستاذ بجماعة الاسكندرية ومنصق عام جماعة التوعية الاصوات العائم دكتور احمد في رأي حضرتك زيارة اشتن للقاهرة الاخيرة دي جات بعد زيارة اخرى سبقتها في شهر يونيو الماضي وكانت بالتحديد يون 18 يونيو يعني قبل احداث 30 يونيو السبب المعلن للزيارة السابقة كان جهود تحقيق المصلحة في مصر وفي نفس الوقت مناقشة ملف المياه هذه زيارة سبقتها زيارة اخرى في شهر ابريل الماضي لاشتن ايضا ولكن زيارة يونيو بتركز على التحايل الديمقراطي في مصر حضرتك قراءة حضرتك لكثافة الزيارة لكاثرين اشتن في الفترة الاخيرة وبالتحديد في شهر يونيو وشهر ابريل وشهر يوليو فترة متقربة جدا لثلاث زيارات متولية وفعلا زي ما حالك رصدتي الزيارات متولية وفيها كثافة بتنم عن اهتمام في المقام الاول ثاني حاجة الدخول في التفاصيل ان مش بس فيه اتجاه عام وراغب عامة واستراتيجية انما التفاصيل نفسها ترغب فيه فرض بعض الامور على القيادة السياسية ترغب فيه فرض بعض الامور على المعارضة يعني بالطبع عايزة المعارضة تتحور مع كان ساعتها المعارضة وكان ساعتها رئاس فكانت ترغب على المعارضة لكي تستجيب لطلبات رئاسة بقا تذهب لكي يتم التقاط صورة يتم استغلالها في الشارع للتهدئة والتنفيسة للغضب ده من خلال ان جابت الانقاذ وفاقت رغم ان جابت الانقاذ ده تاخد الشارع انا تقريم الشخص ان جابت الانقاذ تبايا لنا ان الشارع سابقة بكتير بده ان هو اخترع موضوع استمرت التمرد وبالتوقعات استطاع ان يتجاوز جابت الانقاذ وهذه الازمة وهذه المعضلة التي دخلنا فيها المستنقة اللي احنا عنينا منه لمدة عام فكان فيه رغبة من الاتحاد الاوروبي يعتقد ان ده تنفيذ لسياسات امريكية في المنطقة بان يتم التوافق على منح طوق النجاة للنظام الذي سبت كاذبه والذي سبت فشبه ده قبل تلاتين ست ده قبل تلاتين ست وزيارة الحالية ده قبل تلاتين خسائر لان اتشفوا ان فيه تكرار للجريمة او الخطيئة التي اتكبوها فيه 25 اناير 25 اناير انتظروا حتى يتبين له من هو المنتصر لا يدافعون عن الحق العدل لما يدافعون عن المنتصر فكانوا في البداية يسندون مبارك وكانوا يرون ان هو يجب اعطاه فرصة وان فيه مجال للتعاون معه والنظام قوي وفجأة لما الشرع انتصر ولما الجيش يعني انحاز للشارع ابتدى ان هذه صورة تاريخية وان احنا تعلمنا وهذه الدروس فهذا الموقف تقرر مع تشويش اقدر التشويش الاكبر ده والاكثر ده يمكن ارجاعوا الى صفقة منها تم بانها مع النظام الاخواني لان كان فيه شراسة فيه تشويه هذه الصور يعني اللقطات من الطيران التي تكشف ان فيه 33 مليون في 33 مليون دول خرجوا في حين كان وزير الدفاع في صف الرئاسة وبيصفق للخطاب يعني ما مش احنا انتظرنا كشعب المنتصر احنا حسمنا امرنا ان فيه مصر هذا هو حراك شعبي حراك شعبي انا فهنا كان فيه قرار بان مصر فيه خطر كل واحد نزل بقى من غير حجر يقتبسات من غير الاسليب العتيقة دي الصناعية دي اللي بتحصل فزهر الحجر رائع ده فابتدت جيش يتحرك لانقاذ الموقف يعني احنا طب دكتور احمد حضرتك كاثرين اشتن في الزيارة السابقة اكدت على اهمية تحقيق المصالحة الوطنية هذه الزيارة ايضا تتحدث عن مصطلح المصالحة ايضا في نظر حضرتك احنا محتاجين لطرف خارجي يحقق لنا المصالحة يعني عجزة الاطراف المصرية انها تحقق التوافق او المصالحة فيما بينها وبالتالي محتاجين مساعدة اجنبية؟ لا ده اسلوب فجة طبعا هو طبعا انا بندهش طبعا في الاشرارة في رابع معلقين يفرد بالانجليزي يعني مش عارف هيصل فين في موضوع الانجليزي اللي هناك ده يعني شيء باقس قوي ان انت بستنجد بالغرد وبتحاول طول الوقت ان انت تتروج ان في انقسام في الشهر يعني هو في 15001 تقلو على كبير 6 اكتوبر اطعو في ناس خب بضعة الاف اشارة الابعة في الزر ويعني بوصلوا لهذا العدل فاين تجرد احنا كنا اصلاحنا ايه؟ كنا فيه تمرد وفيه تجرد فتمرد قالت احنا روقعنا جمعنا توقعات 22 مليون ونزلوا بال22 مليون في الشارع ونضموا ليهم زيادة فين تجرد اللي قال احنا معنا 60 مليون؟ يعني فين الاعداد دي كلها واضح ان التزوير يعني لها بمنهجة فانا مش محتاج ابدا الفجاجة في التدخل الاجنبي دي مرفوضة وفيه اهانة لعقلية وشرف كل واحد شارك في المسارات والمظاهرات دي حاجة الحاجة التانية انت دا جاي معاك اجندة معينة ان انا عايز اقابل محمد موطسي مفتهجا يعني انت يعني من ناس بتي دا شخص متهم التخابر بحكم نهاية محكمة الاستقناف الاسمالية كان معتمد ان النائب العام بتاعه مش هيحرك هذا الطلب الوقت بغير بالوقت انت بتقابلي انديل انديل هل هو سياسي نصري هل هو من ينتمي للحزب لا هي هي التقت مع تلاتة من جماعة الاخوانة المفتمين معبول هو مفهوم انما انا مش فهم ليه انديل يعني انديل هل بينتمي لا مش عوضو في الجراع ولا في حزب الحروم العب وانا مستغرب وهو مش سياسي اسلي ما كانش سياسي في حزب وهل اداءه كان سياسي يعني هو ليه اداءه سياسي ولا ليه وظيفة رسمية فحزب ما فبالوقت انت بتلتقي بناس عاملة مشكلة في الشارع ليهم قيادة القيادة دي بعضها ليها مشاكل جنائية فبتحسب عليها والبقين اخوتنا وحبايبنا وعلى رأسنا ان نتحاول معهم بس مش محتاجين وصبتك يعني هو حضرتك رئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الألماني اعترف ان امكانيات التأثير من الخارج خاصة تلك المتاحة لألمانيا وأوروبا محدودة نسبي يعني هو اعترف بان قدرة الغرب او اي طرف خارجي خارج عن مطاق مصر قدرته على التأثير في الشارع او في مجريات الاحداث في مصر محدودة للغاية لا لا اعترف ان اتعمل رد فالعكسي ان اتعمل اذباك ان اتعمل استفزاز يعني انا الوقت يجي مستني حتى جاي من تركيا يفكرني ان كان في خلافة وان كان في تجاوزات وان في احتلال عثمانيا عشان يديني اوامر راجب طيبا قبل دغان ان هادة دي الصحات بيكرس فيها الاخطاء اللي ارتكبها في الاسابيع الماضية وناسا ان لما هو جي حزب الحرارة العادية هو راجب طيبا قبل دغان مونيسي ان هو بتعامل ازاي مع البي بي كي البي بي كي اللي هو حزب العمال الكردستاني بتضربهم بالطيارات الاسرائيلية اللي هي بدون طيارات صناعة اسرائيلية فانت جاي دلوقتي تقولي يا راجب طيب ادران هذا خطأ وهذا ثواب والشعب لا يلام الشعب المصري لا يلام يعني الجماعية العلمية اجتمعت وقررت عزل شخص لسياساته الخطأ فانت مجيش تدخل الالمانيا نفس الكلام ما تقولش انا عايز الناس يفرج عنهم هم وحل التحقيق يعني ملكتاتني موطرة اخد افرج بكفالة في دا ستلات يعني حضرتك ترى ان حجم او ضغط الشارع او ان الشعب المصري هو اللي واخد القرار وبالتالي دا يمكن يكون السبب في ان التأثير للغربة او لاي قوة خارجية على مجريات الاحداث في مصر هو دا السبب اه ما هو اللي افسد ان هو محدود بسبب ضغط الشعب ورغبات الشعب او اللي افسد الخطة الاخوانية ان هما نسوا الشعب في المعادلة يعني هما قالوا السنديق دي ليها طريقة من ايام الحزب الوطني واحنا الاثنين باللعب بعض بطريقة معينة ان فيه اللي جانب بتتقفل ان فيه تسويد ان فيه مناديب جوة بتخش ان فيه قضام نحزون لطرف معين فالسنديق ليها اسلوب لتحزيمها يعني دي حاجة وبيعتمدوا من 50% على الاقل من الناس ما بتنزلش الصوت وبيدللن في الشوعة 7% بس اللي راح والحاجة التانية ان الغرب ان الغرب انا مقعد معايا واعمل صفقة اقول لهم انا هرد الطرف عن اسرائيل انا مش هشتبك مع اسرائيل انا بحترم التعاهد المعاهدات ان انا السيادة المصرية المنقوصة على سيناء تستمر فانا كده خلاص عملت العلانيسي وان الشعب غير هذه المعادلة ان هو بيفرض على امريكا وبيفرض على الجيش وبيفرض على السياسة اللي هو عايزه ان هو في الوقت ده بيقول كفاية انا عايز المطالب دي لا بد ان تضحك هو حضرتك يعني مصداقا لكلام حضرتك ان ان هي الديمقراطية ليست فقط هي مجرد الصندوق ده يعني ده جاء على لسان تصريحات لمسؤولين اجانب وقالوا ان هم مش قادرين يعترفوا بان او يؤكدوا ان ما حدث في مصر هو انقلاب عسكري لان ايضا واضح ان واشنطن لن تتصرع في اتخاذ قرار بشأن الموقف في مصر لكن هم قالوا ان ان الاطاحة بالرئيس محمد مرسي كانت بسبب ان ان من الصعب على واشنطن انها تقول ان الاطاحة بالرئيس محمد مرسي كان انقلابا عسكريا لان مصر كان على واشك ان يحدث بها حرب اهلية بسبب الممارسات اللي تمت في ظل النظام السابق وبالتالي هم مش قادرين يعترفوا بان ده انقلاب عسكري وان كان الامر لسه محل دراسة ده من طرف الولايات المتحدة كلمة انقلاب دي ما جاتش على القموص الدبلوماسية في اي مرحلة دبلوماسية الغربية او الامريكية لان بتفتبها لحاجات فهم بالاول انما زا قلنا سي ان ان زا قلنا مش هارف حاجة في لندن فبيحصل ايه بيحصل ان يقولوا انقلاب صحيفة او صحفي في بريطانيا بيقول ان هو انقلاب تخفيه بهجة الفارويرك اللي هي الالعاب النارية ده بعض البعض التاني ان فيه تطور الموقف الامريكي الرسمي بتحدث باسم الادرية الامريكية البيت الابيض قال نظام موصي لم يكن ديمقراطية فهو حسم هذا الموقف بناء على الرغبة الشعبية والمطالب اللي تتحققت والفارحة اللي حصلت دلوقتي محاولات لاتسادها بقطع طريق او عملية ارهابية في سيناء انما واضح للعيان ان دي سورة شعبية عظيمة حجم الزخم اللي طلع اكبر من 25 يناير هو في الواقع انا بقيمها ان هو استرداد لسورة 25 يناير عروبة مصر المصريين معنا الان من بروكسل مراسل النيل مجدي يوسف مجدي عايزة اعرف منك ردود الفعل او نتائج زيارة اشتن والتي انتهت بمغادرتها القاهرة امس وفي الوقت نفسي اريد ان اعرف منك ايه هي الجهود اللي بتمارسها الجاليات المصرية في الغرب لتصحيح صورة الاوضاع الموجودة في مصر مع حرص بعض وسائل الاعلام على ابراز الشارع المصري بصورة ربما تكون غير دقيقة لما هو عليه الواقع في الشارع المصري حاليا تايز يعني من يمكنني في الاول من اشتن الحياة ان اشتن ارضرت بيان رسمي مساء امس فور ان انتهت او فور ان انتهت زيارتها في القاهرة ربما الاكثر وضوحا او الجديد في بيان اشتن مقارنة بها البيانات السابقة التي صدرت عنها منجوه ثورة الثلاثين من الشهر الماضي هو انها للمرة الاولى تتحدث عن رئيس المعزول محمد مرسي صراحة وقت طالب بالافراج عنه في كل البيانات السابقة كانت اشتن تتحدث عن رئيس الافراج عن المواطقلين السياسيين ربما هذه المرة تحدثت بالاسم وقالت انه يعني يجب الافراج عن الرئيس محمد مرسي او الرئيس المعزول محمد مرسي ولكن دعني او دعيني اوضح نقطة يعني اشتن قالت انها تطالب بالافراج عن الرئيس المعزول محمد مرسي لعدم لانها ترفض الاعتقالات السياسية وهي تطرق ما بين الاعتقالات السياسية والاعتقالات القانونية وبالتالي اذا ما وجهت تهم رسمية الى الرئيس المعزول مرسي ووجع في الحجز او في الحبس او ايا كان بناء على امر قضائي هنا اشتن لم تتحدث عن هذه النقطة يعني هنا تتحدث انه لم توجه تهمة تستدعي حجز امرسي وبالتالي هي لم تتدخل في امور قضائية ويطرق حتى اللحظة طرم انه لم توجه له تهمة وبالتالي هو محجوز حجز سياسي وتعرفين طبعا ان المبادل اتحضر الاوروبة ترصد عن مثل الحجز السياسية او حجز اشخاص باسباب سياسية النقطة الثانية طبعا والتي كانت واضحة فيما تبق من بياني ربهم فقط ركزت على هذه النقطة لانها الجديدة تما يتعلق ببيانات عشتنه لكن بقى البيان واضح ان اوروبا تدعى المصر سياسيا واقتصاديا وعلى جميع يعني بكل الاشكال تدعو مصر الى انها المرحلة الانتقالية ترصد في قدرة مصر على العودة الى الحياة الديمقراطية ترصد في ان خارط الطريقة التي تم ترحيها فيما يتعلق بالانتخابات البرلمانية والرئاسية وتعديل الدستورة هي خطوات فهي حاجة كما ان تمت او تكن بصورة كما يعني تم العدم عنها لان ذلك يساعد على ديمقراطية حقيقية مصر ان حاجة مجاددا الى الشعب المصري لم تصف من قريب او من بعيد او تتحدث عن هذه النقطة اطلاقا مما هو من خلاب عسكري لم تصف هذا اطلاقا ودعيني اوضح نقطة لغاية الاهمية حتى تكون هذه النور واضحة وصريحة ومحسومة الاتحاد الاوروبي الاتحاد الاوروبي قوانين الاتحاد الاوروبي القانون الاوروبي لا يسمع لا يسمع ليه الاتحاد الاوروبي بالتعامل الرسمي مع دولة حدث فيها انطلاق عسكري يجب ان اعتراف منهم جميع المسؤولين تحسن هذا الموضوع نعم وتوليقه من جميع الابواد طب مجدي بالنسبة للجزء الاخر من السؤال والخاص بدور الجاليات المصرية في عرض الوضع في الشرع المصري وتحديدا بعد 30 يونيو وتكسيد هذا في وسائل الاعلام هل ترصد لنا صورة او الفعاليات او الممارسات التي تقوم بها الجاليات المصرية في اوروبا يعني هو الحياة لا يوجد اي شيء ربما من قبل الجالياتي التأثير على وسائل الاعلام او تدخل في ما تطرحه وجهة نظر وسائل الاعلام لان من حيث المبدأ هو مسالة التدخل في هذه الوجهات هي ربما مرفوضة ولكن دعيني ايضا اقول انا ربما الصحافة البلجيكية والعلام البلجيكي في البداية في بداية صورة الثلاثين كان يتحدث عن انها انقلات يعني كان هذا هو الحديث وكان ربما التركيز غير طبيعي من قبلهم على انصار الرئيس المعزول وكانه لا يوجد في مصر الا انصار الرئيس المعزول ولكن مع مرور الوقت بدأت التركيز على انصار الرئيس المعزول انهم اصبحهم يمارسون ارهاب مجتمعي وبالتالي بدأت الصورة تتغير دون ان يتدخل احد بدأت المعالم تظهر بدون تدخل وبدون اي وساطة حين يتحدث عن ان مصر اصبحت محبوشة بفعل انصار مرشي مصر في السجن بسبب انصار مرشي على مدخلة مراسل انيل مجدي يوسف بعد فاصلا قصير مشاهدينا كيرام بجدد التحية بحضراتكو وضيف المشهد الدكتور احمد فؤاد الكاتب والمحلل السياسي والاستاذ بجامعة الاسكندرية دكتور احمد حضرتك كان لك تعقيب على كلام مجدي يوسف قبل الفاصل طبعا استاذ مجدي يعني نوارنا بان فيه تطور في تقييم ما يحدث النصر بالنسبة للإدارة البلجيكية والخد دبلوماسية البلجيكية وطبعا هو سيد تلمس ان ما فيش دور فعال قوي للجالية المصرية هناك اعتقد ان فيه جهود اه بس النقطة اللي حب علق عليها ان مش بيتم الترحيب بهذه الجهود بانما الجهود دي بيتم فرضها بمعامة ان الجالية بتازل بالوزير الخارجية تعبر عن احتجاجها عن رفضها عن ادانتها للسياسة الخارجية او للترطية المنحازة او لبعض الفعاليات من خلال المدوات او حاجة ترى انها ملحازة انما الوضع في بلجيكا غير بريطانيا وفرنسا يمكن ده مرتبط بحجم الجالية نفسها وقدرتها على التأثير في صنع البلجيكية بزبط طيب دكتور احمد حضرتك يعني باستعراض جدول زيارة اشتون للقاهرة لانها التقت مع مماثلين لمناصب رسمية وفي نفس الوقت التقت مع طيارات مختلفة يعني مثلا من جماعة الاخوان المسلمين واطراف يعني ممثلين عن جماعة او حمل التمرد كيف تقرأ حضرتك هذه اللقاءات على اختلاف الاطياف اللي بتومثيها او طبعا تبادوا اللقاء مطلوب يعني انما انا حس ان فيه تعالي او ان فيه فرض الرؤية معينة او ان فيه اه زي ما بقولوا يعني حسب بالوكالة لصالح امريكية او خدمة لمصالح اسرائيل انا هنا بتوقف وبتعجب يعني وبيستحضرني المشهد بتاع توفيق اه باشا لما كان 1880 واحمد الارابي رايح له فاحمد الارابي رايح له معي البنود المصريين ابناء الفلاحيين في حين هو محاض بالسفير الفرنسي سفير البريطاني والشاركس فانا شايف ان دلوقتي حالة من تكرار لهذا المشهد انما احنا عندنا حصافة من القيادة الحالية للشارع والقيادة الحالية وللاعمر حاليا ما كراروش خط احمد الارابي احمد الارابي لم يعز الخديوي ولم يقتمر بعمر انما هنا تلافئنا هذا الخط احنا سبرنا سنة حاولنا في نوبمبر الفريق سيسي يحاول ودع في القرارة الولمبية الحوار بين كل الاطراف تم الغرف اللحظة الاخيرة من قبل الرئيسة انا زاكية لدلك الناس راحت وتغدت يعني ملوش حاجة يعملوها غير ان الاكل جاهز فدي بوق دي حاجة الحاجة تاني الاسبوع قبل التطاقم العدانس كان في توجه لطيف كده لكل الاراء لكل التوجهات لكل النشطاء لكل المعبرين على القرار السياسية لابد ان نتجنب الصدار فتم الحديث عن 20 جنيه وفودة وعشور ولمش عارف ايه فطبعا اداء مخيب الامات فلما يطلع كل هذا الحاجة ويتم تجاهله مرة اخرى بخطاب مستفز جدا وكان في الاخر يعني اجل الشارع يعني مش بيهدي ووجه التهمات طيب اشتن التقت من قيادة الاخواني عمر دراج ضمن الوفد الاخواني اللي زارها واكد دراج عقب اللقاء ان الاتحاد الاوروبي لم يقدم حلا للازمة السياسية في نصر هل يعني داف نظر حضرتك ان الاتحاد الاوروبي رفع الدعم اللي كان بيدي لجماعة الاخوان المسلمين اللي حضرتك ذكرت ان في الاول كان واضح ان في اتفاق او مسندة قوية جدا من الغرب سواء الاتحاد الاوروبي او الولايات المتحدة لجماعة الاخوان المسلمين هل حضرتك شايف ان متعقيب اه القيادة الاخواني اه بالامس عن نتائج هذا اللقاء تعني ان اوروبا رفع تياد المساعدة اللي كانت بتقدمها للجماعة اولا طبعا الاظن الغربية اللي بتعبر عنها السيدة اشتن لا تسمع سواء لغة المصالح بالتأكيد فحين تصبح المصالح في خطر انها ستصطدم بالشعب بالارضة الشعبية هي ردة فرصة انها يعني بتخفي الحقيقة عبر وسائل الالام لمدة تبعين ساعة لمدة اتنين وسبعين ساعة انما اكتمت كده ما تنباش تقاوم هي منتظرة ان يحصل زحف جماهيري او مراجع للمواقف او اه ان الضغط الالامي الغربي يمكن ان يجعل بعض العناصر في مصر تتحرك انما اللي ظهر مجموعة من الارهابيين في سيناء مجموعة من اعمال قطع الطرق ومحاولات اقتحام مواقع عسكرية في قلب القهار فده ما يقدر ما يمكن الدفاع عنه ايضا ان في قضاء عادل ما فيش محاكمات استثنائية انما في قضاء عادل بيطلع ناس براءة وبيطلع ناس اه بكفالة وبيطلع ناس تانية باستمرار حبس رهن التحقيق فدلوقتي اه محمد مرسي رهن التحقيق بخصوص التخابر اللي هي التهمة التي وجه له القاضي الاسماعيلية في حكم الاستقناف اللي هو حكم نهائي فمن هنا لا يمكن ان نساند الغرب هذه المواقف اللي فيها تطرف اللي مفيش فيها نوع من الغير على المصلحة اه المصرية بان انا يمكن ان احرق الاخضر واليابس في مصلحة الكردسي ان ما فيش حلو الوسط ان انا ممكن اخش الحكومة بس مش اخش الحكومة انا عايز اهد الرغبة الـ 33 مليون اللي نزلوا ان انا اعايز اه اه اتجاهل اه اللي بحصل في سيد ديجابر والاطفال اللي تم القاها من فوق السطح اه المبنى اللي كانوا اطفال اوزر مرات حجارة وفي حال التطار تم القاهم ده مشهد مصور فيديو يعني انا دلوقتي شايف ان جماعة الاخران المسلمين استفاجت كثيرا انه الراجل اللي اخترع لقتويس لكن بيس في الشحل يجيب الناس بلوتو بيس واضرها جدا الفاجل اللي اخترع لكاميرا الفيديو لانها وصقت جرائم وصقت وعود لم تنفس طب وهو حضرتك على الجانب الاخر ما هم هيقولوا ان في حشد برضو موجود في ربع العدوية وهذا الحشد الكاميرا بتخدمه انها تصوره وده يمكن يبرر الافوطات اللي مكتوب عليها باللغة الانجليزية انها بتخاطب الغرب باللغة اللي يفهمها طب كرس ما انا ده بيأكد فكرتي ان الكاميرا بتبين لنا ان شارة رابعة دي عرض الشارع معروف خمسين متر نعم ان فيه تلات مباني هو عرض شايف ان ده مش بيخدمهم قد ما بيضعوهم لا هو بيشوف العداد وانت عارف حراك لما نقول احنا اطبعها مليون بالبق ماشي نعم انما فيه كاميرا فيديو بتصور وانا عارف ان الشارع ده عرضه خمسين متر وانا عارف انه قدامي ثلاث عموات طيب حضرتك اشتن اكدت خلال زيارة ان الاتحاد الاوروبي بيساند الشعب المصري وان دي رسالة واضحة بتأكد عليها من زيارتها للقاهرة على الجانب الاخر طلبت لقاء ممثلين من حمل التمرد وحمل التمرد اكدوا انهم يحترمون من يحترم ارادة الشعب المصر ووفقوا على لقاء اشتن وهم في نفس الوقت حمل التمرد رافضوا لقاء وليام بيرنس نائب وزير الخارجية الامريكي حضرتك شايف ان يعني ما بين رفض لقاء بيرنس والموافقة على لقاء اشتن هل في اختلاف ما بين رؤية المصريين لموقف الولايات المتحدة وموقف الاتحاد الاوروبي من الشأن المصري حاليا وطبعا للشباب هزبت ان هو محنك وان هو عنده رؤية وان هو وطني هو بيحاول يجد نوع من التعاون مع الغرب ويريد ان يوصل صوت الشعب المصري الى المسؤولين في الغرب ويفرز المواقف ان المواقف الامريكي اكثر تطرفا واكثر تحالفا مع الاخوان ان الاتحاد الاوروبي في ايطاليا وفي فرنسا وفي مواقف طيبة حاليا لبريطانيا فيه يمكن البناء عليها مع التأكيد على التصريح بخصوص ان الشعب ان احنا مع الشعب واحنا كمان مع الشعب الامريكي مش مع الادارة السيئة لأوباما مع الشعب التركي مش مع الادارة السيئة لرجال طيب اردوان فلما يتيجي الاتحاد الاوروبي المسؤولة عن الملف الامني وتيجي وتريد ابتغاز التصريح انها مع الشعب المصري طيب الشعب مصري قال كلمته وعبر بردة يعني المطال بتحققات فبرجع بيتي نعم انما في مجموعة بالاعداد يمكن تقدرها اطعت كل استكتوبة حول اقتحام الحرس الجمهوري واقفها في اقشرة رابعة ما بتعبرش عن الشعب المصري بتعبر عن فصيل معين ابتدى يجنح العنف وده يجب تصد لي بحزن انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا الاستاذ دكتور احمد فؤاد الكاتب والمحلل السياسي والاستاذ بجامعة الاسكندرية ومنصق عن جامعة التوعية الاصوات العائمة شكرا جزيلا لحضرتك شكرا اتمنى الفتح الجاي يحصل فيها مبادرات ما لنقاش بس مستقبلين لمبادرات ان شاء الله احنا الانبادر اخصوص عندنا كوادر طيبة وانشطة محترمة في بريطانيا ان شاء الله وبالتأكيد المصالحة الوطنية ستتحقق على ايض المصرية انا بشكركم مشاهدينا الكرام على وعد بتجدد اللقاء غدا ومشهد جديد شكرا لكم وإلى اللقاء اشتركوا في القناة